الله تبارك وتعالى بطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولا سبيل إلى معرفة سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا بالرجوع إلى كتب الحديث التي ألفها أئمة الحديث مثل البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم من أئمة الحديث هذا القرآن شفاء وهدى للناس لكن الناس أثرهم وأغلبهم قد تركوا هذا الشفاء وهذا الهدى وهذا النور وذهبوا يلتمسون الهدى والنور في غيره فضلوا للأسف الشديد ومن التمس الهدى في غير القرآن فلابد أن يضل الزولة جائر هداية من غير سبيل الله سبحانه وتعالى ومن غير القرآن العظيم حيضل وفي ناس بيدعوا إنهم متابعين للقرآن متابعين للقرآن وهم في حقيقتهم كاذبون في دعواهم ليه؟ لأنهم يقول لك نحن قرآنيين زي الجمعين بتعنا الترابي هذا الدجال الكذاب يُنكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضعن في أصحابه الذي لا يتم الإسلام إلا بها شوف الصلاة لا سبيل إلى معرفة أركانها وواجباتها وركعاتها وغير ذلك إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك سائر العبادات حتى فهم القرآن لا يتم إلا بالرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون هذا القرآن لا سبيل إلى معرفة معناه إلا بالرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شان كده الجماعة بتعنا الترابي اللي يقول لك نحن أكان جاءنا حديث نعرض على القرآن وعلى عقلنا أكان وافق القرآن عقلنا كويث بنقبله أكان ما وافق القرآن عقلنا ما بنقبله شوف أول ضلالة وقع فوقها خطى عقلوا مع القرآن سوا عقلك زي القرآن انتاسي يا أخي القرآن ده كلام الله سبحانه وتعالى الله قال في القرآن ومن أصدق من الله قيل ومن أحسن من الله حديثا الله قال في القرآن الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابهة أسعي كلامك ده في قلب زول بيخشعر منه كلام الترابي ولا غيره في قلب زول بلين ليه ما بتلين إلا للقرآن العظيم هذا الشفاء وهذا الهدى وهذا النور كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن ده فيه بيان لكل ما يحتاجه الناس وفيه شفاء وفيه هدى بيّن الله سبحانه وتعالى في العقيدة واضح بيّن آيات محكمات واضحات الله هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيق فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا الراسخ في العلم يؤمن بالمحكم والمتشابه والمحكم من آي القرآن هو ما وضح في دلالته لكل الناس والمتشابه هو ما اشتبه في دلالته لأكثر الناس أو بعضهم كما قال ذلك ابن كثير رحمة الله عليه في التفسير الآيات المحكمة واضحة الدلالة بيّنة المعنى أما المتشابهة لا سبيل إلى معرفة معناها إلا بردها إلى المحكم يعني الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن العظيم وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هذه الآية من متشابه القرآن لأن بعض الناس قد التبس المعنى لهذه الآية لهم كالخوارج كفَّروا بهذه الآية الصحابة وَكَفَّرُوا عَلِيًّا رضي الله عنه وَقَالُوا حَكَّمَ الرِّجَالُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وما فهموا أن الآية لا تتكلم في مجرد مخالفة الكتاب أولاً هذا هو علي رضي الله عنه ما خالف الكتاب وإنما الآية تتكلم كما قال ابن عباس في من خالف الكتاب مستحلاً ومبيحاً لمخالفة الكتاب الزولة اللي يحكم بغير شرع الله سبحانه وتعالى يستحل ذلك ويعتقده جائزاً ولا حرج فيه هذا الذي يقال عنه كافر أما من حكم بغير الكتاب وهو يعتقد أن الهدى والنر في الكتاب وأن الفعل الذي يفعله هو من مخالفة الكتاب والحكم بغير الكتاب هذا محرم وضلال يعتقد هذه العقيدة هذا واقع في محرم وواقع في كفر أصغر لأن الإنسان لا يخرج من الإسلام بدلالة الآية المحكمة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالحكم بغير الشرع هو دون الشرك ودون الكفر الأكبر المخرج من الملة فكيف يعني يفهمون القرآن بغير رده الآيات المتشابهة بغير ردها إلى المحكم لذلك الزولة اللي يفهم القرآن بالفهم الصحيح فهم الصحابة ما بيضل شأن كده الله سبحانه وتعالى قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا يعني إن تدار الهدى تؤمن كما آمن ابن عباس رضي الله عنه قال ليس بالكفر الذي يذهبون إليه وإنما هو كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم هذه قالها من؟ قالها ابن عباس ابن عباس ترجو مال القرآن الليل يجيك على الدين الزاكي دابت على الأخوان المسلمين كويس؟ في غنات طيبة وفي غيرها من الغنوات يقول لك الآية قال قالت ومن لم يحكم بما أنزر الله فأولئك هم الكافرون الحاكم قال كافر يعني كافر ما تقول لي ابن عباس قال ولا فلان قال ما أقول لك ابن عباس قال اسمع كلامك إتا تصالك ساكت انت ما نافع أصلا إذا كنت بيتخد راسك مع راس ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس صحابي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا لعلى الدين الزاكي من قال اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل لعلى الدين ما قال هذا أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة فضلا عن أن يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما قالها في ابن عمه ابن عباس رضي الله عنه قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ومن فقهه في دين الله سبحانه وتعالى علم أن هذه الآية لا تخرج المسلمة من الإسلام بمجرد الحكم بغير الشريعة وإنما يخرج من الإسلام باستحلال مخالفة الشريعة دي من الآيات المتشابهات التي يستدل بها السرورية الأخوان المسلمين ناس غناط طيبة وناس عبد الحي يوسف والذين يتبعون ما تشابه منه هؤلاء قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم فاحذروهم دك الأمن رسولك محمد صلى الله عليه وسلم الليلة يجوك أنصار السنة وللأسف الشديد يا ليتهم تسموا بغير نصرة السنة لأن السنة منهم بريئة السنة بريئة من أنصار السنة لأنهم يجيزون للمسلمين أن لا يحذروا من المبتدعين وأن يتعاونوا معهم وأن يختلطوا بهم وأن يتعلموا من عندهم وأقاموا على ذلك المحاضرات والندوات والمؤتمرات في إباحة ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فاحذروهم الرسول يقول فاحذروهم أنصار السنة يقولون تعاونوا معهم يقولون تعاونوا على البر والتقوى وهذا كذب وغش ومن تتبع المتشابه الذي قد يشتبه على البعض لأن الله عز وجل أمر بالتعاون على البر والتقوى ونهى عن التعاون على الإثم والعدوان ومن التعاون على الإثم والعدوان معاونة أهل الضلال في المحاضرات والندوات حتى يغروا الناس بهؤلاء الضلال الذين يحرفون الناس ويذهبون بهم إلى التنظيمات الإرهابية التفجيرية الليلة الناس الدندر طلعوا من أين الناس السلمة الكتلو الأمريكي دار الناس منه مش اهم ناس عبدالحي المسو الدندر دار الناس منه هل بيطلعوا منه هنا لداعش دار الناس منه دار الناس عبدالحي ذاتهم وإن ادعوا أنهم ينكرون عليهم لأنه واحد من كبراء الإخوان المسلمين يسمى صلاح الصاوي كتب له كتاب قال نحن الأخوان المسلمين قسمناها عديل كده قال قال قسموها ليجوزوا ناس منهم يعني يظهرون العمالة الإرهابية دي هذا معنى كلامه يعني يفجروا ويحاربوا ويبارزوا الحكومات وا 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 الى اخره وجوزه ثاني ينكروا حتى يتمكنوا زي ما بقول لك شنو يتمسكن لما تتمكن السعدال في حالة المسكنة شفت مما يقول لك دي الكلام غلط وا 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 ده المتمسكنين بس ما متمكنين لانه لو يتمكنوا وعملوا لهم قاعدة شعبية كبيرة بعدها يطلعوا لك مظاهرة بعد المظاهرة تفجير زي ما طلعوا في مصر الاخوان المسلمين المفسدين طلعوا في مصر شالوا حسن مبارك جاء مرسي جوا الجماعة طلعوا على مرسي شالوا مرسي جاء السيسي جاء السيسي الاخوان المسلمين دورواها تفجيرات ليه لانه يظنون انهم شنو متمكنين وعندهم قوة وقالين نفسهم بهذه المجيش المصري والحمد لله الله حافظ مصر من هؤلاء الضلال والله لان يحكم الناس رجل عربيد فاسق ضال في غاية الضلال خير من ان يحكمهم مبتدع ضال من جماعة الاخوان المسلمين لان الاخوان المسلمين يبيحون للناس التعاون مع الشيعة ومحبة الشيعة وان كل الضلال من اهل الضلال كلهم في النهاية يقول لك دي المسلمين يا مولانا نحن معونا مواسع من اوثق عرى الايمان الحف في الله والبغض في الله من وافق كتاب الله ووافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ويكرم ويتعاون معه ومن خالف كتاب الله وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب ولا يكرم ولا يتعاون معه ولا كرام ولا كرام ليس في هذا خلاف قال شيخ الاسلام ابو عثمان الصابوني رحمة الله الله عليه واتفقوا مع ذلك أي أهل السنة والجماعة أهل الأثر والفقه صحابة رسول الله ومن تبعهم إلى يوم الدين واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإخزائهم وإبعادهم والتباعد منهم وبنمصاحبتهم ويرون صون آذانهم أهل السنة والحق الطائفة الناجية ويرون صون آذانهم من سماع أباطيلهم التي إذا مرت في الآذان وقرت بالقلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت وفيهم أنزل الله عز وجل قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم هذا كلام أئمة الفقه والدين علماء المسلمين أئمة أهل السنة والجماعة قال ليك أهل السنة متفقين إن أهل الضلال ديل تحذر وتبعد منهم وتبغضهم وتهجرهم لكن الليلة أنصر السنة داري من يعوها خالطوا الإخوان المسلمين وصاحبوهم جابوا عصام البشير يعمل لهم كلمة في المؤتمر بتاع الشباب كويس عصام البشير الذي يمدح البرعي البرعي الذي لا يخفى على كثير من الناس والحمد لله في هذه الداخلية حاله يدعو إلى الشرك والضلال يقول لك الولي بيحيي الموتى يقول عن شيخ أحمد الطيب البشير ألم ترى أن الله أكرمه بما يقوم مقام المعجزات يناسب كإحيائه ميتاً وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تغلب دبنه دبشر يحيي الموتى البيحي الموتى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الولي الحميد دار الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له لا فيه أحمد طيب لا غيره البيحي الموتى الله سبحانه وتعالى يجي عصام البشير يقول لك وقد أفاض دي في خطبة جمعة في خطبة جمعة يخطب للمصلين وقد أفاض شيخنا شيخنا البرعي بذكر الأولياء والصالحين والفقهاء والشعراء في قصيدته مصر المؤمنة مصر المؤمنة فيها مصر المؤمنة بأهل الله والله عز وجل يقول في القرآن في المحكم من القرآن لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف دمنه دا الله أسع صام البشير دا ما بيستحي ما قرأ هذه الآية أنصار السنة ألا يستحون أما علموا أن هذا الضال المضل يمدح يمدح البرعي أما علموا أن هذا الضال نفسه يقول عن السلفيات المنتقبات التقيات النقيات العفيفات التي صن أنفسهن عن التبرج وعن السفور في هذا الزمان الذي كله فتن وكله تبرج وكله سفور دالي يقول عنهم بععيد هذا الوسخ الذي لا يخاف الله سبحانه وتعالى دا يدعون معه بالله عليكم لو قال عن أختك بعاتية بتدعون معه دا لو قال عن أختك ما بتدعون معه لو مدح زول سب أبوك ما بتدعون معه يمدح زول يسب الله سبحانه وتعالى ويجعل لله الند والشريك البرعي يقول في قصيدة مصر المؤمنة أو في ديوان مصر المؤمنة يقول عن الأولياء قوماك نزاور الأولياء الأقطاب لهم نشاور منهم خمي الحال منهم مجاهر منهم عليم بل غيب باطن وظاهر والله يقول في هذا القرآن الواضح البين الظاهر قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يجعرون أيان يبعثون فلتعلم أيها المسلم دينك ولتحافظ على دينك ولتحذر من هؤلاء الضلال والله هذه نصيحة أقولها لكم والله لا أريد منكم جزاء ولا شكور ولا أريد منكم حتى أقل ما تدعون في أذهانكم والله لا أريد من الناس إلا أن يتمسكوا بالكتاب العظيم والسنة المطهرة وأن يحذروا من هؤلاء الضلال لأنكم والله إن لم تحذروهم وإن أصغيتم لهم بأعذانكم والله سيحرفوكم إلى البدع والبدع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي صاحب الضلالة الذي جاء بها والذي عمل بها في النار وما قمت هنا إلا لأن أحذركم مما يقودكم إلى النار وأدلكم إلى ما يقودكم إلى الجنة وهو التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم أصحابه ولأحذركم مما يقرفونكم عن دينكم إن استمحتم إليهم والله ليست عندي معهم عداوة في قرش ولا مال ولا وطن ولا جينس ولا قبيلة بل عبد الحيضة دونقلاوي كويس؟ ومن بلدنا من قريتنا من ناوة كويس؟ لكن العداوة معه في الدين يمدح سيد قطب ذلك المجرم الأثيم الكذاب الذي لا يخاف ربه سبحانه وتعالى يطعن في موسى عليه السلام يقول عنه عصب متهور يقول عنه أحمق هذا العفن الذي يدعى سيد قطب يمدحه يمدحه هذا الذي يدعى عبد الحي يمدح سيد قطب الذي يطعن في عثمان بن عفان وعمر بن العاس ومعاوية بن أب سفيان وأبو سفيان سخر بن حرب رضي الله عنه الجميع يطعن فيهم يقول أن أبو سفيان ما دخل الإسلام إلى قلبه قط قال أن إسلام أبو سفيان قال هو إسلام الشفة واللسان لا إسلام القلب والوجدان هذا الكذاب من أين له أن يعلم ما في القلوب من وين عبد الحي يعتقد أنه شيخ سيد قطب بجوه كشف إلهي لما قال عن عثمان بن عمري بن العاس ومعاوية بن أبو سفيان قال وحين يركن معاوية هذا في كتاب العدالة أو في كتاب العدالة تقريبا الاجتماعية قال وحين يركن معاوية وصاحبه عمر بن العاس إلى الخداع والغش والنفاق وشراء الذمم قال فلا عجب ينجحان يعني في محاربة علي وهو كذاب أشر ما لجأوا إلى هذا وما كانوا كهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر بن العاس أسلم الناس وآمن عمر بن العاس قاله رسول الله وقال سيد قطب في عمر بن العاس رضي الله عنه قال أنه يلجأ إلى النفاق والغش والخداع وشراء الذمم هذا الكذاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاوية ابن أبو سفيان اللهم علمه الكتاب وقه العذاب اللهم اجعله هاديا مهديا وهدي به هذه دعا بها رسولكم محمد في الأحاديث الثابتة الصحيحة فيما رواه الأئمة العدول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم علمه الكتاب وقه العذاب اللهم اهده واهدي به واجعله هاديا مهديا دمه 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 عاية بن يفسفيان يجي سيد قطب يسبه ويتكلم فوقه يلعن عبد الحي بلا خجل ولا حياء يقول سيد قطب سيد من سادات المسلمين وكذب هتكه الله الخبيث كذب والله والله ليس بسيد والله ليس بسيد من سادات الكفار فضلا عن أن يكون سيدا من سادات المسلمين ما سيد أصلا سيد قطب ده ما سيد بل هو وضيع وضيع بسبه للصحابة وضيع بسبه لموسى كليم الرحمن الله يقول عن موسى واصطنعتك لنفسي الله يقول عن موسى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي دمه دم موسى عليه السلام هذا الكذاب يقول عنه عصب المزاج ومتهور والله موسى قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر مما أوذيت به فصبر هذا موسى عليه السلام يجي هذا الكذاب يمدحه يمدحه سيد قطب الذي يسبه موسى أنا قلت الكلام ده عشان الناس تعرف دينا ولو ما بيتغير على الأنبياء وما بيتغير على الصحابة وما بتحب الصحابة وما بتحب الأنبياء وما بتكره من يعادي ويسب الصحابة ومن يعادي ويسب الأنبياء ومن يمدح من يعادي ويسب الصحابة والأنبياء والله لا خير فيك والله ولا تصلي ولا تصلي ذاته زول يمدح الزول يسب الصحابة ويسب الأنبياء وتسمع وتقرأ ونوريك الكتاب بتاع القلف والكلام تدافع عنه وتمشي تسمع عليه وتقول عنه سيد ألا تخاف الله يا عبد الحي ألا تخاف الله ألا تستحي من الخلق يا خخ جلساي أخي جلساي الناس دي ما عارفه سيد قطب يقول بخلق القرآن ألف فيه الآئمة الأعلام كتب شيخ ربيع حفظه الله ألف فيه خمسة أو ستة كتب فيه سيد قطب ألف فيه الشيخ عبد الله الدويش رحمة الله عليه فيه كتاب المورد العزب الذلال في نقض كتاب الظلال ظلال القرآن الذي جمع فيه أكثر من مئة وثمانون أو مئة وثمانين خطأ عقديا لسيد قطب في هذا الكتاب ظلال القرآن الذي يمدحه محمد الألمين الإسماعيل نائب رئيس جماعة أو رئيس نائب ولا رئيس نائب رئيس جماعة نصار السنة المحمدية ده محمد الألمين إسماعيل يمدح ظلال القرآن ولما سئل الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله عليه وكان في بادي الأمر لما يقرأ عن كتب الظلال وسئل عن هذا الكتاب قال والله كلاما معناه هذا أنا لم أقرأ كتاب الظلال ولكن قد كتب العلماء فيه وقد كتب أخونا الشيخ عبد الله الدويش فيه وكتب أخونا الشيخ ربيع ابن هادي المدخل فيه فارجعوا إليه ولما سئل بعدها بعد أن قرأ له سئل عن كتاب الظلال قال كتاب الظلال فيه طوام فيه طوام قال فيه القول بوحدة الوجود أي أن كل شيء في الدنيا هو الله هذا قاله الإمام العلام الفقيه المحقق محمد بن صالح العثيمين هؤلاء هم العلماء الذين ينصحون للناس ولا يخافون في الله لهم تلائم أما المتحزبون لجماعتهم والمتحزبون لأهوائهم فهم لا ينصحون إلا لجماعتهم ولا يدافعون إلا عن جماعتهم ولا يدافعون إلا عن أحزابهم أما أصحاب رسول الله وأنبياء الله سبحانه وتعالى لا يدافعون عنهم ولا يذبون عن أعراضهم لأنهم ما تربوا منذ نعومة أطفالهم على حب أصحاب رسول الله وعلى الدفاع عنهم بل ربوهم ربتهم هذه الجماعات على حب جماعاتهم وعلى حب أحزابهم وعلى حب مشايخهم وتقديم هذا الحب على ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى ما جاء في سنة رسول الله أزال الله سبحانه وتعالى لينفعنا بما سمعنا استغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله شكرا